حذرت ثلاثة مراكز أبحاث في واشنطن من مخاطر إهمال الرئيس الأمريكي المقبل مساعدة ما أسموه الدول الهشة أو الدول ذات القابلية للانهيار في منطقتين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك نظراً إلى تنامي معدلات الفقر والأمية والتساع شعبية الأفكار المتطرفة في أوساط مجتمعاتها الهشاشة هي انهيار العقد الاجتماعي بين الشعوب وحكوماتها هذه الدول الهشة تعاني من فقدان القدرات المؤسساتية والشرعية السياسية ودع التقرير الذي أشرفت عليه شخصيات سياسية لها تأثيرها في واشنطن إلى توفير المساعدة اللازمة والسريعة لهذه الدول المهددة بالانهيار والتي يضاهي خطرها مخاطر تنظيمي داعش والقاعدة نحن لسنا أول مجموعة نتكلم عن تحديات الدول الهشة إنما لدينا مصلحة في مساعدة هذه الدول على توطيد الشراكة بين الشعوب وحكوماتها وهذا أمر ليس سهلاً وبالنسبة إلى المساعدات المطلوب توفيرها لهذه الدول أشار معدود تقرير إلى أن الاتكال على المساعدة العسكرية للحكومات الهشة لا يفي بالغرض إنما على قادة الكونغرس سنة تشريعات تساهم في نموها الثقافي والاقتصادي التحدي الأكبر هو كيف نوفر سياسات استباقية تمنع انفجار الأوضاع في هذه الدول وفيما سمت تقرير مجموعة من الدول الهشة مثل أفغانستان والعراق ونيجيريا إلا أن النقاشات التي تناولته لم تتأخر في الإشارة إلى دول مثل تونس ومصر وتركيا من واشنطن جو تابت الحرة